موسيقى اهلا بكم الى مسائية الميادين وفي مرفيها لهذه الليلة برغم تقليله من خطر روسيا حلف الأطلسي ينشر كتائبه على تخومها وواشنطن تقول انها رأس حربة الدرع الصاروخية بعد تجدد الحوادث العرقية في الولايات المتحدة أوباما يدعو الامريكيين الى الوحدة هل تكبح العنصرية؟ مساء الخير هي لا تشكل خطرا لكن الناتو ينشر كتائبه غربها ويقول ان موسكو ليست شركا استراتيجيا ويتحدث الرئيس الامريكي عن رأس حربة امريكية في الدرع الصاروخية التي ستنشر في بولندا قمة وارسو تنعقد في ظل أزمات عالمية اختلفت بشأنها روسيا والولايات المتحدة أساسا وتبعت واشنطن في ذلك بقية دول الأطلسي إجراءات الناتو العملانية عسكريا والردود الروسية الميدانية المرتقبة قرب الكوريل وكالينغغراد وغيرهما هو محور ملفنا الأول في المسائية ونناقش في ملفنا الثاني موجة العنصرية التي عادت لتطل برأسها في الولايات المتحدة رجلان من الشرطة يقتلان أمريكيين من أصول أفريقية موجات الاحتجاج عمت مدينة دولاس وعدة مدن أخرى تخلى لها قتل خمسة من رجال الشرطة برصاص جندي سابق لماذا تتكرر هذه الحوادث وهل من يحل مشاكل التعامل مع ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة هذان الملفان سيكونان محور نقاش الليلة ولكن قبل كل ذلك نتوقف مع موجز لأهم الأخبار مساء الخير استعادت القوات العراقية السيطرة على قاعدة القيارة جنوب الموصل بعد نحو شهر من المعارك العنيفة ضد داعش العمليات المشتركة في العراق أكدت هروب عدد كبير من عناصر داعش من جنوب الموصل إلى داخل المدينة بعد تحرير القيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد أن القوات العراقية تلاحق داعش في مختلف المناطق داعيا إلى الاستعداد لتحرير نينوة أفدت وزارة الدفاع الروسية بمقتل طيارين روسيين في ريف تدمر يوم أمس الوزارة أشارت إلى أن مجموعة كبيرة من مسلح تنظيم داعش قاموا بمهاجمة مواقع الجيش السوري شرقية تدمر في الوقت الذي كان فيه الطيران يحلقان بمروحية سورية وأضفت أنه بعد نفاذ ذخيرة المروحية وأحباط هجوم داعش تعرضت لنيران أرضية أسقطتها ما أدى إلى مقتل طاقمها في سوريا أعلنت قيادة القوات المسلحة تمديد نظام التهديئة على مستوى البلاد مدة 72 ساعة إلى ذلك أفد مراسل الميدين بارتفاع حصيلة قصف الجماعات المسلحة على حلب بالأمس إلى 44 شهيدا وأضف أن المسلحين استخدموا صواريخ عنقودية تطلق من رجمات وفي سياق المعارك الدائرة فقد وسع الجيش السوري سيطرته في محيط الكستلو ومنطقة الخالدية كما تدور معاركه مع المسلحين في الليرامون شمال حلب سياسيا أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي خفيار كوسو دعمه ومساندته سوريا في طلبها رفع العقوبات الأوروبية المفروضة عليها وعقب محادثات مع رئيسة مجلس الشعب السوري هدي عباس في دمشق أدى ناكوسو ما سمه الغطرسة الأوروبية أحيانا والأمريكية بنحو دائم ضد دول العالم وأكد العمل لنقل الصورة الحقيقية للأحداث في سوريا إلى البرلمان الأوروبي مؤكدا أن الإرهاب الذي تتعرض له سوريا اليوم هو نفسه الذي ضرب بلاده إسبانيا عام 2004 قتل ثلاثة جنود أتراك وجرح سبعة آخرون في هجوم بسيارة مفخخة أعقبه إطلاق نار على منشأة عسكرية تركية جنوب شرق البلاد مصادر أمنية حملت حزب العمال الكردستانية المسؤولية وأشارت إلى أن التفجير استهدف مركزا للشرطة في ولاية ماردين أعلنت وزارة الداخلية المصرية استشهد رقيب في الشرطة بمدينة العريش شمال سيناء مسؤولون في الوزارة قالوا أن الرقيب قتل إثر قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم أعلن الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر شن غارات على مواقع لتنظيم القاعدة في مدينة درنا شمال شرق البلاد وأوضح بيان لرئاسة الأركان الليبية أن الغارات استهدفت مواقع ومخزن أسلحة تابعة للقاعدة في ميناء درنا والمحكمة والكسرات والعمارات التركية ووجهت القوات الليبية تحذيرا إلى المدنيين من الاقتراب من مقار التنظيم ختم الموجهز عودة إلى وفاء شكرا لك وفاء إذن قال رئيس الأمريكي باراك أوباما أن حلف شمال الأطلس يرسل رسالة واضحة مفادها الدفاع عن حلفائه وفي اختتام قمة الحلف في وارسو أشار إلى أن الدرع الصاروخية تتقدم في رومانيا وبولندا وأسبانيا ولفت إلى أن العلاقة مع موسكو لن تعود إلى طبيعتها ما لم تطبق الأخيرة اتفاقية موسك بخصوص أوكرانيا في سياق مرتبط أعلن الأمين العام للحلف ينسي ستولتنبرغ أن الحلف ليس في حالة حرب باردة مع روسيا لكنه لا يعدها حليفا استراتيجيا هنا في وارسو نجدد تأكيد التزامنا بأمننا المشترك ونحن نمضي قدما مع أهم دفاع جماعي منذ الحرب الباردة تحولات مفصلية في سياسة حلف النيتو الحلف الذي انخفضت ميزانيته إلى الثلث خلال العقدين الأخيرين والذي يطالب الرأي العام الأوروبي بإنهاء خدماته نفض الغبار عن نفسه وأعاد بايا دقه إلى الخارطة العالمية بنحو غير مصبوق وميزانيته ستعود خلال سنوات قليلة إلى ما كانت عليه إبان الحرب الباردة الانتشار العسكري الجديد من دول شرق أوروبا إلى البلطيق إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يختلف من منطقة إلى أخرى بحسب نسبة الخطر اتخذنا قرارات لرفع مستوى قوة الرجعي لدينا ولتأمين ودعم شركائنا خارج حدودنا وهنا نرى أن دعم القوى المحلية أهم من إرسال جنودنا سندرب مئات العراقيين في الأردن قريبا في تونس سنقيم مركزا للاستخبارات وسندرب فرقا خاصة سنرفع مستوى التعاون مع الأردن ونواصل التحضيرات لدعم القوات الليبية في سياستها الأمنية وقريبا ستنطلق حملة بحرية ضخمة في البحر المتوسط اندفاعة الناتو وتحديدا في وجه روسيا تواجه ببرودة من قبل زعماء أوروبا الغربيين لهؤلاء حسابات مختلفة عن الحليف الأمريكي وعن دول الناتو الشرقية علينا أن نبرهن لروسيا أننا حزمون في مواقفنا عندما تستدعي الحاجة ولكن في الوقت نفسه يجب أن يستمر الحوار من أجل التوصل إلى حلول نحن لا نشكل تهديدا لروسيا والناتو ليس له خصوم منظومة الدرع الصاروخية التي بادت عملانية هي ليست موجهة فقط لا اعتراض الصواريخ الروسية إنما الهدف الأساس هو إيران إن هذه الصواريخ موجهة أساسا لصبر الصواريخ المنطلقة من إيران وهذا ما جرى التركيز عليه الناتو والولايات المتحدة لديهم الكثير من التساؤلات حول صفقة الصواريخ الباليستية المبرمة بين إيران وروسيا فما الداعي لامتلاك هذه الصواريخ الآن؟ الدرع الصاروخية هي إجراء احترازي دفاعي وليس هجوميا الرئيس الأوكراني الذي حضر القمة من دون أن تكون بيلاده عضوا في الناتو طالب الروس بالانسحاب من القرم وبإعادة جبه الجزيرة إلى أوكرانيا قمة التصعيد في مختلف الاتجاهات لغة الجنرالات نجحت في فرض وقائع جديدة لمحاصرة روسيا لكن العين على إيران وعلى منظومتها الصاروخية أما الإرهاب فيفضل الغربيون مواجهته عبر القوى المحلية موسى عاصي وارسو الميادين في غضون ذلك تجمع مئات من المحتجين من جميع أنحاء أوروبا في وسط وارسو في مسيرة ضد قمة الحلف التظاهرة نظمت من قبل عدد من منظمات السلام المحلية فضلا عن الشبكة الدولية لا للحرب لا لحلف شمال الأطلسي وانتقد المحتجون المبالغ المالية الطائلة التي تنفق على الجيوش داعين قادة الحلف إلى تليين موقفهم تنجاح روسيا موسيقى ولمناقشة هذا الملف معنا من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الأمريكية بواشنطن دكتور إدمون غريب أهلا بك دكتور إدمون وأيضا معنا من العاصمة روسيا موسكو المحلل السياسي ديمتري بابيتش أهلا بك أستاذ ديمتري أبدأ منك دكتور إدموند يعني المفارقة أن تجري هذه القمة في وارسو مكان ما تشكل في حلف وارسو أيضا ولكن بالنظر إلى القرارات التي اتخذت كيف يمكن النظر إلى هذه القرارات على المستوى الاستراتيجي فيما يتعلق بروسيا أولا تحية لكم والمشاهدين والضيفك الكريم بدون شك أن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية قد نجحت في تحويل تركيز في هذا الاجتماع في هذا المؤتمر في وارسو من موضوع خروج بريطانيا من البريكسيت وهو موضوع مهم للأوروبيين وعلى حد كبير للولايات المتحدة أيضا للعودة إلى التركيز على أهمية حلف شمال الأطلسي في مواجهة ما يعتبر هنا على الأقل أو لدى الكثيرين بأنه الخطر الروسي أو التهديد الروسي لحلف شمال الأطلسي وبالتالي فأن هذا التطور هو تطور مهم جدا إلى حد كبير ولكن كما تفضلتي وذكرتي وأشارتي أن هناك أيضا خلافات وانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي الأوروبيين لا ينظروا بنفس النظرة إلى هذا الموضوع حيث أن هناك دول خاصة دول أوروبا الشرقية مثل بولانيا ودول بلطيق وغيرها تشعر بأنها معددة من قبل الاتحاد روسيا وبالتالي فهي تعتقد بأنه يجب أن يكون هناك دعم قوي عسكري لها وسياسي من قبل حلب شمال الأطلسي ومن هنا جاءت فكرة نشر قوات عسكرية أربع كتائب على الحدود مع روسيا في دول أوروبا الشرقية وخاصة دول مثل البلاد فيها وإستونيا وليتوانيا وطبعا موضوع أيضا نشر الدرع الصاروخية ولكن أعتقد أنه كان هناك نوع من ما يمكن وصفه بأنه موقف وسط إلى حد ما لأن الأوروبيين طالبوا بأن يكون هذا الدرع تحت سيطرة أوروبية تحت سيطرة حلب شمال الأطلسي وليس تحت سيطرة أمريكية أحادية فقط وذلك لأنهم يخشون بأنه إذا كان هذا تحت السيطرة الأمريكية فأن هذا سيزيد من التحديات ومن التوتر بين ناتو وبين الدول الأوروبا الغربية وروسيا على الأقل هذا أحد التفسيرات الذي برز هنا في الآونة الأخيرة بغض النظر أما إذا كانت الروس سيقتنع به أم لا وبالتالي فأن هذا التطور يظهر إلى حد كبير أولا بأن روسيا والولايات المتحدة وروسيا وإلى حد ما حلب شمال الأطلسي يواجهان تحديات كبيرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان هناك اعتقاد لدى العديدين من الروس ويمكن أن يتحدث ضيفك الكريم أكثر عن ذلك وأن الروس أرادوا أن يكونوا جزءا من المنظومة الأوروبية من أوروبا أرادوا فتح الحدود أرادوا تجارة حرة أرادوا تخفيف التوترات ولكن في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة نضر إلى انهيار الاتحاد السوفيتي على أنه هزيمة للاتحاد السوفيتي وعلى أنه انتصار للغرب ورأينا توسع لحلف شمال الأطلسي باتجاه الشرق على الرغم من أنه كانت هناك وعود غير مكتوبة حسب ما نعلم بأن حلف شمال الأطلسي لن يتوسع إلى الشرق طالما إذا وافقت روسيا على إعادة توحيد ألمانيا وإذا أيضا وافقت على تفكيك حلف وارسو في الذي كان الحلف المواجه لحلف شمال الأطلسي والآن نرى بأن حلف الأطلسي يجتمع في مدينة وارسو وبالتالي فإن هذا أظهر عدم ثقة كبيرة وصراعات وخلافات في الرؤى بين الجانبات سأعود إلى هذا التباين دكتور إدمان ولكن سمح لنا أن نشرك معنا سيد ديمتري سيد ديمتري في عام 2000 أطلق الرئيس روسي فلاديمير بوتين وثيقة المخاطر والتهديدات التي تواجه الأمن القومي الروسي منها محاولات إضعاف روسيا سياسيا واقتصاديا تقوية الأحلاف العسكرية والسياسية والتوسع شرق أوروبا وهذا محط نقاش وإقامة قواعد عسكرية على الحدود مع روسيا بالنظر إلى القرارات التي تخذها حلف شمال الأطلس اليوم كلها تصب في خانة تهديد الأمن القومي الروسي كيف يمكن أن تتعامل روسيا مع هذه القرارات التي اتخذت والتي الآن ستوضع موضع التنفيذ بداية نوافق على ما قاله دكتور غريب أعتقد أن تحليله صائم للغاية وأكدوا كذلك على أن السواد الأعظم لروسي بعد أنهيار الاتحاد السوفيتي قد توقعوا في الواقع أن يصبحوا جزءا من الغرب جزءا من أوروبا الكبرى فنحن أساسا جزءا من أوروبا المستوى الثقافي فأردنا أن نكون جزءا منها على مستوى السياسي والاقتصادي ولقد نجحنا بذلك لحد كبير روسيا اليوم بلد مختلف تماما عما كانت عليه خلال أهد الاتحاد السوفيتي وهي أفضل بكثير لكن دكتور غريب محق تماما لسؤل حظ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قد نظروا إلى ما حصل عام 1991 كنهزام لروسيا لم يقولوا ذلك تحديدا عام 1991 لكنهم فكروا على هذا النحو وهذا هو بيت القصيد هذه هي المشكلة الأساسية بين الغرب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عندما تقول أمريكا شيئا لا تعنيه بالضرورة مثلا حديثها عن الدرع الصاروخي الذي نشر في بولندا وأنه مواجه ضد إيران هذا هراء يكفي أن ننظر إلى الخارطة وأن تقع بولندا وأن تقع إيران وأن تقع روسيا لنفهم أن منظومة الدرع الصاروخي التي نشرت في بولندا ورومانيا هي مواجهة بكل وضوح ضد روسيا والغرض من ذلك هو مواجهة أي صواريخ باليستية روسية أعتقد بالتالي أن الوضع خطير للغاية وأعتقد كذلك أن الرئيس بوتين يتيقن الأمر المشكلة بكل بساطة هي أن البلدان الغربية تتحاور فيما بينها وتقنع نفسها أن روسيا ترغب بمهاجمة دول البلطيق وربما بولندا لكن روسيا لم تقدم أي ذريعة لأي اعتقاد من هذا النوع ولأي شكوك كهذه لم نشهد يوما على أي حادثة قد تنظر بذلك على الحدود بين روسيا ودول البلطيق أو بين روسيا وبولندا لكن ما حصل اليوم في وارس هو خطير بحديثاته فقرار إرسال جنود كنديين إلى لاتفيا وجنود ألمان إلى لتوانيا وقرار إرسال ألف رجل خدمة أمريكية إلى بولندا كلها وقاء خطيرة إذا ما أردتم أن أرسم لكم صورة رمزية عما يحدث في الواقع أدواء الغربية تعتقد أن حريقة ما قد نشب في منطقة البلطيق في الواقع لا وجود لأي حريق لكنها تعتقد أن المنطقة ستحترقها ما قريب وردها على هذا الحريق المتخيل هو من خلال نشر حزام الناسف فإذا ما حصل أي شيء للعديد من الجنود الأمريكيين في بولندا سيعتبر الأمر كذريعة للتسبب بحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهذا بحد ذاته سيكون بالطبع تطورا مأساويا وغير متواقع الأمر النفس هو ينسحب على وجود الجنود الكنديين في لاتفيا التي تقع على بادي أميال ليس أكثر عن الأراضي الروسية ألا سيما والفكرة التي تفيد بإرسال جنود بريطانين إلى إسطونيا وذكروا الجميع بأن إسطونيا تقع على رحلة بأي طائرة من خمس دقائق عن سين بيترسبورغ وهي العاصمة الثانية في روسيا ومقر البحرية الروسية بالتالي كلها تطورات خطيرة للغاية روسيا ستحاول أن ترد عليها بالطريقة المطلوبة لكن بالطبع نشهد هنا على سطوة عسكرية واضحة من جانب حسوة الأفلس ستسنيد إلى الردع سأعود إلى كيف ستتعامل روسيا مع هذه الإجراءات التي اتخذت أو القرارات التي اتخذت سواء بتفعيل الدرع الصاروخية في شرق أوروبا أو حتى في نشر أربع كتائب في دول البلطيق وبولندا ولكن من المهم أن نستعرض هذا التقرير حول مناطق الانتشار الجديدة المرتقبة لحلف شمال الأطلسي وما هو الرد الروسي المحتمل على هذا الانتشار أهلا بكم يعزز حلف شمال الأطلسي وجوده في أوروبا الشرقية أربع كتائب متعددة الجنسيات تضم كل منها من 600 إلى 1000 عنصر ستنشر في بولندا ودول البلطيق أي استونيا ولدفيا وليتوانيا هذه الكتائب ستكون تحت إشراف أمريكا وألمانيا وبريطانيا وكندا وهي الدول التي توفر العدد الأكبر من القوات مع مشاركة محدودة لبلدان أخرى في الحلف كفرنسا وبلجيكا والدنمارك وسلوفاكيا وغيرها نشر القوات سيبدأ مطلع عام 2017 وسيستمر حتى نهاية عام 2018 مع إمكانية التمديد بحسب الضرورة وبناء على تقييم التهديدات الروسية المزعومة وتعد هذه الكتائب أكبر حشد لقوات حلف شمال الأطلسي في هذه المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة وبحسب يانس ستولتنبرغ فإن منشآت الدرع المنشورة في تركيا ورومانيا وإسبانيا باتت حاليا قادرة على العمل بقيادة الأطلسي وإشرافه كما جددت دول الحلف التزامها بزيادة موازناتها الدفاعية إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة ما سمتها التهديدات الجديدة في الشرق والخطر الجهادي في الجنوب الرد الروسي في المقابل بدأ مسبقا عندما كثف الناتو وجود أساطيله في البحر الأسود وبحر البلطيق عقب نشوب الأزمة الأوكرانية حيث لوحت روسيا بنشر رؤوس نووية في شبه جزيرة القرم وازداد تحليق الطائرات الروسية هناك كما شكلت موسكو ثلاثة فرق عسكرية يصل تعداد كل واحدة منها إلى 2500 عنصر نشرت على الحدود مع الدول البلطيق الثلاث وفي مقاطعة كالينجراد والتي فيها أيضا جرى تعزيز القاعدة البحرية بقطع جديدة مع الإشارة إلى أن كالينجراد فيها ثلاثة ألوية من النخبة مجهزة بالكامل وتتناوب فيها أيضا منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الأفضل في العالم وهي S400 ومجمعات الصواريخ الباليستية من طراز اسكندر أم طيب دكتور إدمون إذا كان الأمين العام لحلف شمال الأطلس يقول أن روسيا لا تشكل تهديدا مباشرا لحلف شمال الأطلس وأوباما بشكل ما أيضا أكد على هذه النقطة إذن لماذا تتخذ هذه القرارات التي تشكل وكأن هناك محاولة لتطويق روسيا واحتواء روسيا بدون شيء هناك أعتقد عدة أسباب أولا هناك إذا استمعنا إلى التصريحات التي أدل بها عدد من القادة الأوروبيين نرى أن هناك نوع من التباين في المواقف بين بعضهم مثلا الرئيس أوباما قال بأن روسيا هي خطر تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي وبالتالي أيضا كان هناك موقف ربما ليس بنفس الشدة من أنجلا ميركل ولكنها تحدثت عن أن السياسات الروسية أقلقت دول أوروبا الشرقية بطريقة عميقة ولكن الرئيس الفرنسي أيضا قال وفي نفس المؤتمر بأنه لا يعتبر روسيا خصما أو أنها تشكل خطرا على الغرب أو على أوروبا وبالتالي أيضا كان هناك تصريحات من رئيس سلغباكيا الذي قال بأن روسيا هي دولة عدوانية بينما الرئيس الوزراء الإيطالي قال أنه يأمل بأن تكون روسيا حليفا لإيطاليا وللغرب وبالتالي فأن هناك تباين في هذه المواقف ولكن أعتقد أن الأسباب الرئيسية من بين الأسباب الرئيسية أولا هو أن الإدارة الأمريكية تعتقد بأنها أو حلف شمال الأطلسي يحتاج إلى مبرر لوجوده وهذا المبرر طبعا هو روسيا خاصة بعد أحداث أوكرانيا بعد استعادة أوضم جزيرة القرم حسب وجهة النظر التي نسمعها حول هذا الأمر هذه الأمور كانت طبعا استخدمت لتعزيز دور حلف شمال الأطلسي وللقول بأن هذا الحلف يجب أن يتوسع وبأنه لا يزال ضروريا طبعا من المستفيد من ذلك؟ الولايات المتحدة لا تزال تأمل أو الإدارات الأمريكية وخاصة المحافظين الجدد أنا استمع إلى تعليق حول هذه النقطة من سيد ديمتري ربما دكتور أدمون تحدث عن نقطة مهمة هناك تباين بين الدول فيما يتعلق هل تشكل روسيا خطر أو لا تشكل روسيا خطر ولكن بناء على المعطيات والقرارات هذه كيف ستتعامل روسيا هذا أولا مع هذه القرارات الأمر الآخر هل لأن روسيا قامت كما يقول الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأعمال استفزازية أم لأن هناك خوف من الصعود الروسي عالميا بداية بالنسبة إلى الرئيس الروسي حتى الآن لقد شهدنا على تصريح واحد من وزير الدفاع الروسي الذي قال أن روسيا وقد ذكرتم الأمر تنوي نشر ثلاث كتائب على الحدود الغربية لروسيا مع بلدان أوروبا الشرقية لكن لم نعرف بعد تحديدا أين ستكون مواقع هذه الكتائب والعمل لا يزال جاريا على تشكيل هذه الكتائب وبالطبع لا وجود لأي أسلحة نووية روسية في القرم حتى خلال زمن الاتحاد السوفيتي وخلال الحرب البارد لم يكن من المنطقي نشر أي أسلحة نووية في القرم بالطبع يوجد أسطول الروسي للبحر الأسود حتى عندما كانت القرم جزءا من أوكرانيا وكانت القرم لا تبقى جزءا من أوكرانيا لو لا حصول الانقلاب عام 2014 والذي لقى مساعدة علنية مشاهرة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لسلحة وقع هذا الانقلاب وأدى تلك إلى تأسيس وإرساء نظام معادن تماما لروسيا وأبناء القرم قد صوتوا على الخروج من أوكرانيا ليعودوا جزءا في روسيا كما كانوا على مر مئات الأعوام بالتالي المشكلة الأساسية تتعلق بتباين الأراء خلال قمة حفظما الأطلسي لكن ما كنت لأعول الكثير من الأهمية على ذلك بالتالي وسائل الإعلام الروسية تريد أن تشدد مثلا على أن الرئيس الأولان قد قال أن روسيا ليست أعدوا لا يتشكل تهديدا ومسؤولون آخرون قالوا أن روسيا يمكنها تكون حليفا لكن أذكركم مع ذلك سنشهد على وجود جنود فرنسيين في البلطيق ومئة وخمسين جنديا إيطاليا في منطقة البلطيق وبالتالي على رغم كل هذه التصريحات على رغم من تفاوت وطيراتها الفرنسيون والإيطاليون يحذون حثوى الأمريكيين في إطار هذه السياسة المتعلقة بروسيا وهذا يشكل تراجعا كبيرا حتى من العام 2004 عند الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عثمقرة مهاجمة العراق وفي أوروبا شهدنا كيف أن دولتين كبريين عرضت القرار الأمريكي ولم ينضم لهذا الاشتياع حتى حدثوا تحديدا عن فرنسا وعن ألمانيا ولسوء الحظ الوضع هذا السيناريو تحديدا لا يمكن أن يتكرر اليوم جزئيا لأن أوروبا قد باتت قارة مختلفة وبرأي عدائي أكثر بكثير مما كانت عليه عام 2003 بالتالي أموما ما كنت لأعول الكثير على هذه الاختلافات في الأراء بين المسؤولين الأوروبيين بالنسبة إلى موقفها من روسيا أعتقد في المقلب الآخر أن الأمر الوحيد الذي يمنع هذا الوضع من الانفجار والذي يسمح لروسيا بالدفاع عن نفسها هو ما قلته لكم استراتيجية الإثباط واستراتيجية الرادع لا رغبة لروسيا بالاستراءة على دول البلطيقة أو بولندا الأخصيون المحترفون في الغرب يعرفون ذلك خير معرفة وبالتالي أملنا الوحيد هو أن يكون الجيش الروسي قويا بما يكفي لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بعدم مهاجمتنا على رغم من أن القوات النووية سمح لي إذن سيد ديمتري أنت تتحدث عن سياسة الردع بالدرجة الأولى أنت تتحدث عن سياسة الردع هذه هي سياسة الاستراتيجية العسكرية ربما لروسيا ولكن في هذا صدد دكتور إدموند هل نحن أمام سباق للتسلح عندما أيضا تكون من مقرارات حلف شمال الأطلسي أن يتم زيادة مصروفات التسلح إلى نسبة 2% ونحن نتحدث عن روسيا واحدة من أكبر الدول التي تمتلك سلاحا نوويا هل نحن أمام سباق للتسلح وما خطورة ذلك على الأمن العالمي بالنجة هناك سباق وهذا السباق تزايد الآن بعد التطورات الأخيرة ولكن لا يمكن المقارنة بين القدرات العسكرية والإنفاق العسكري للولايات المتحدة ولحلف شمال الأطلسي والإنفاق الروسي الإنفاق الروسي حسب علمي أقل من 5% من الإنفاق العالمي على الأسلحة بينما الولايات المتحدة وحدها تنفق حوالي 36% وهنا لا أخذ بعين الاعتبار للإنفاق البريطاني الفرنسي الإيطالي الألماني والدول الأخرى وأن كان بعضها ينفق 1% وأقل من 2% مما يجب أن ينفق عليه بالنسبة لحلف شمال الأطلسي ولكن وأيضا هناك أمر آخر بيتر بابل وهو قاد القوات حلف شمال الأطلسي يقول بأن هذه القرارات الأخيرة بنشر القوات بنشر الدرع الصاروخية ليست قرارات عسكرية بل هي قرارات سياسية طبعا هذا نوع من التخفيف إلى حد ما من أهمية هذا الأمر ولكن هذا الحصار استمرار توسع حلف شمال الأطلسي الرغبة في ضم دول مثل أوكرانيا مثلا أو جورجيا لا أعلم ما هي علاقة جورجيا بالمحيط الأطلسي ولكن هذا طبعا يثير الكثير من الأسئلة حول النوايا الغربية إلى حد ما طيب دكتور إدمند هل نحن أمام حرب جديدة حرب عالمية جديدة لن نعلم بماذا نعنون هذه الحرب ولكن هناك توتر متصاعد على ما يبدو بين حلف شمال الأطلسي من جهة وروسيا من جهة أخرى هل نحن بصدد سيناريو قريب من الحرب الباردة أعتقد أننا بدأنا نرى رياح الحرب الباردة تهب على العلاقات بين الجانبين ولكن بالنسبة لحرب حقيقية حرب ساخنة لا أعتقد لا الروس ولا الأمريكيين ولا الأوروبيين يريدوا حرب ساخنة الخطر هو أنه قد تحدث أخطاء بسبب الاحتكاكات التي قد تجري وبسبب قرب وجود مثلا هذه القوات الآن بالقرب من الحدود الروسية الخطأ هو أن تحدث مواجهة كان هناك حدوث احتمال حدوث اجتباك بين طائرات تابعة للحلف وطائرات روسية في بحر البلطيق إذن هذا هو الخطر وهذا الخطر يهدد إذا حدث حرب من هذه النووة فهذه الحرب ستهدد السلام العالمي ككل ستهدد العالم ككل لأن بهذه الحرب ستتحول وبسرعة إلى حرب نووية الأمر الذي يعني بأن العالم كله هو أجزاء كبيرة منه سيتم تدميرها يعني النقطة السريعة التي كنت لو سمحتها أود أن أقولها بأن أحد الأسباب ربما هو وراء ذلك وأن كما تفضلت وذكرت عودة روسيا بصعود دور الصين رغبة الولايات المتحدة في الاحتفاظ بدورها الأول في القيادة العالمية والغربية عسكريا واقتصاديا واحتفاظ بنفوذها في أوروبا وخاصة بعد بروز قوى شعبية تعارض هذا التقارب بعد حدوث البريكشت كل هذه أيضا تؤثر على هذه المواقف الأمريكية وبعض مواقف الدول الأوروبية الشرقية طيب اسمح لي بهذا السؤال لسيد ديمتري سيد ديمتري عندما تفعل الدرعة الصاروخية في شرق أوروبا هل هذا يمثل بمثابة عنوان بالنسبة لروسيا لحرب باردة إذا ما رجعنا إلى تصريح سابق لرئيس الوزراء الروسيا الذي قال أن الغرب قد أدخل العالم إلى حرب عالمية جديدة باختصار لو سمحت أعتقد في الواقع أن الوضع الحلي أسوأ من الحرب الباردة فحلف شمال الأطلسي يفكر بطريقة جدية بمهاجمة روسيا وهذا الوضع لم يكن الوضع السائد خلال الحرب الباردة حيث كان هناك غياب واضح للثقة بين الطرفين لكن من الواضح أن الاتحاد السوفيتي لم يكن راغبا مثلا في مهاشبة فرنسا وبريطانيا في ستينات أو سبعينات القرن الماضي هذا أمر مؤكد وواضح في التاريخ اليوم إذا ما قرأنا على سبيل المثال هو مكتوب في أحد المواقع الإلكترونية بوابة الاتحاد الأوروبي نرى هناك الكثير من التصحات لقادة حلف شمال الأطلسي ونقرأ كيف أن هؤلاء المسؤولين يفكرون في كافية العداد لهجوم ضد روسيا هذا أمر جنوني ولم نسمع أي مسؤول عقلاني يتحدث عنه حتى في ظل رئيس ريغين أو حكم رئيس كارتر أو حتى في ظل حكم رئيس آيزن هاور وبالتالي الوضع خطير للغاية وبالطبع روسيا في طار هذا الصرع الحليلة تكون وحيدة فدول مثل الصين أو حتى الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا لن تكون مكتوفة الأيدي وتتفرج فقط على الغرب وكيف أنه يدمر سيادة دول كبرى فهي تفهم أنها ستكون التالية على اللائحة في حال تمت هزيمة روسيا بهذه الطريقة بالتالي الوضع خطير بالنسبة للعالم برمته ليس بالنسبة للأوروبا فحسب وأعتقد أن القيادة الحالية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يجب بكل بساطة أن تبدل سياساتها فقد كانت أسوأ فرق تدير البلاد في الغرب منذ حتى قبل اندلاع الحرب الباردة فانظروا إلى نتائج مثلا الحروب في ليبيا في سوريا والعراق نرى كيف أن هذه القارات أدت أيضا إلى تدمير العلاقات مع روسيا بتالي الوضع أسوأ بكثير بما كان عليه قبل الحرب الباردة وأذكركم أيضا أنه عندما تقولون على سبيل المثال أننا نشهد حاليا على وجود عدد غير مسبوق لجنود الأمريكيين في بولندا وبلدان البلطيق أذكركم بأن دول البلطيق كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي وبالتالي خلال الحرب الباردة دول البلطيق كانت بكل بساطة قاعدة للجنود الروس لهذا لدينا قاعدة عسكرياتك للنجرات وهذا يعكس طريقة أو مدى تطور وتقدم حشنا المقاطعة ولكن انتهى الوقت لمناقشة هذا الملف سيد ديمتري بابيتش وأنت محلل سياسي كنت معنا من موسكو أشكرك كل شكر على توجدك معنا دكتور ريدمون غريب ابقى معنا للملف الثاني الذي سنستعرض فيه بعض الفاصل بعد حوادث بلتيمور وكارولاينا الشهيرة دالاس في غمار العنصرية أهلا بكم الجديد لمسائية الميدين قال رئيس الأمريكي باراك أوباما أن ما حدث في دالاس لا يمثل الصورة التي يريدها الأمريكيون وأضاف أن من شن هجمات دالاس لا يمثل الأمريكيين من أصول أفريقية هذا الموقف جاء بعدما خرجت تظاهرات في عدة مدن أمريكية تنديدا بقتل الشرطة أمريكيين من أصول أفريقية برصاص وبعد تصاعد الموقف إلى قتل خمسة رجال من الشرطة بعد سقوط ضحيتين جديدتين ترتفع حصيلة الضحايا الذين أردتهم الشرطة الأمريكية منذ بداية العام الأسباب متعددة لكن الضحايا بمجملهم من ذوي الأصول الأفريقية حدث ليس بجديد في أمريكا تجاوزات رجال الشرطة غالبا ما تتصدر وسائل الإعلام وهي في مجملها تطاول الملونين أمريكيون خرج بالآلاف إلى الشوارع احتجاجا وتنديدا بما حصل موجة من الغضب اشتاحت أوساط الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية وانضم إليهم أمريكيون من ذوي البشرة البيضاء في ولايتي كاليفورنيا والويزيانا تنديدا بالعنف ضد الملونين وتجلت أشد التطورات بقنص عدد من رجال الشرطة الأمريكية المخاوف من تأججي نيران العنصرية بدأت تضرب أمريكا عنصرية وأحداث أصابت بتداعيتها الحملات الانتخابية وانعكست على خطاب المراشحين المراشح الجمهوري دونالد ترامب تعهد مواجهة العلاقات المتداورة بين البيض والسود كما جاء على لسانه مشيرا إلى أن بلاده باتت منقسمة على نحو كبير أما منافسته الديمقراطية هيلار كلينتون فلم تخفي قلقها من تداعيات هذه الأحداث داعية إلى ضمان العدالة للأمريكيين مع تشديدها على ضرورة إصلاح نظام العدالة الجنائية في أمريكا وبعد كل حادثة قتل شبيهة لما حدث في مينيسوتا ترتفع أصوات المتظاهرين داعية إلى وقف عنف الشرطة وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم وإنهاء حالة العنصرية التي تعاني منها جالية وفئات من الشعب بعينها في أمريكا خطورة الوضع والخوف من التداعيات دفع الرئيس الأمريكي إلى اختصار زيارته إلى أوروبا والعودة إلى بلاده محذرة من التفلت في حيازة الأسلحة بقاء الوضع على ما هو عليه الآن من حيث حيازة الأسلحة بيعها والشراء ينظر بأوخم العواقب التي قد تصل إلى حد وقوع حرب أهلية كما عنونت بعض الصحف الأمريكية ولمناقشة هذا الموضوع معنا من شيكاغو الناشط السياسي وأحد قادة مسيرة الحقوق المدنية في أمريكا سيد بوب براون أهلا بك سيد بوب أيضا نرحب من جديد بأستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الأمريكية بواشنطن دكتور إدموند غريب أهلا بك مجددا دكتور إدموند ولكن سيد بوب يعني ما حدث في دالاس هل هو يعبر عن وتكرار هذه الحوادث كما حدث في كارولاين مثلا وغيرها من المناطق هل باتت هذه ظاهرة في المجتمع الأمريكي الأحداث العنصرية لا تشكل جزءا من ظاهرة جديدة بل هي أحداث تضاف الواقع على المشكلة في تحديد الأدوار مشكلة كانت موجودة على مر أجيال وأجيال كلما كانت أمريكا تعيش أزمة داخلية وأزمة سياسية تتأزم البلاد على المستوى المجتمعي ونشهد على مزيد من الأعمال العرقية الأعمال التمييزية وشهدنا على أمور مماثلة من جانب الشرطة وخطاب عنصري ضد ذوي البشر السمراء وبشكل طبعي وعن حق يؤدي ذلك إلى ردة فعل من جانب الناس هذا الجيل من الشباب ذوي الأصول الأفريقية في أمريكا أكثر من أي جيل ماضي لن يتقبل هذه التصرفات العنصرية لن يبقوا مكتوب في الأيدي وبالتالي بالنسبة الكثيرين من الناس في دالس وكامي عارفوا أنا أعيش في الولاية منذ عشرات السنوات وليس في الأمر أي جديد طيب دكتور إدموند تقول إحصاءات بأن هناك ما يقارب 500 حالة منذ بداية هذا العام هل هذا يعبر عن خلال بنيوي في المجتمع الأمريكي ومشكلات العنصرية ما زالت مشكلة موجودة في داخل المجتمع خلال بنيوي بدون شك أن هناك فعلا مشكلة هذه المشكلة تنعكس في حدوث مثل هذه الأمور هناك انقسامات هناك توتر هناك عدم ثقة بين المواطنين السود خاصة في المدن الكبرى بينهم وبين الشرطة هناك صور نمطية هناك إرث عنصر قديم على الرغم من التقدم الذي حققه لفارق الأمريقيين في الولايات المتحدة بسبب حركة الحقوق المدنية وحصولهم على حقوقهم أو على حقوق أكثر بكثير مما كان الوضع عليه في السابق وحتى مع وصول رئيس من أصول أفريقية أمريكية إلى البيت الأبيض لأن هناك مشاكل كبيرة لا تزال موجودة وخاصة في هذه المدن الكبرى إن كانت في بولتمور أو في فيرغوسن أو في شيكاغو أو في ديترويت وغيرها وبالتالي فإن هذه المدن تعاني من الجريمة تعاني من البطالة تعاني من ارتفاع استخدام المخدرات تعاني من الفقر وبالتالي لا توجد حلول حقيقية وهناك أيضا المشكلة هي خروج الكثير أو تصدير الكثير من الوظائف في هذه المدن إلى الخارج كل هذه الأمور مجتمعة أدت إلى تصعيد هذا حالة الانقسام حالة التوتر وهناك بعض الأمور الأخرى من بينها طبعا هناك خوف الشرطة من الدخول إلى بعض هذه المناطق أو من الدخول في مواجهات مع أشخاص أفارق أمريكيين العلاقة ليست جيدة ولكن هناك أيضا عسكرة الشرطة حيث أننا نرى خلال العقد الماضي أو العقدين الماضيين بدء نوع من التحول في طريقة تعامل الشرطة طريقة نوعية الأسلحة التي يستخدمونها الأمر الذي يدفع الكثير من المواطنين حتى البيض بينهم إلى الاعتقاد بأن الشرطة لم يعودوا أصبحوا جنودا ولم يعودوا مثلا رجال أمن يحافظوا على أمن المواطنين وهناك حاجة إلى التدريب أيضا وهذه مهمة جدا بسبب خاصة مع الأحداث التي تفضلت وأشرت إليها طيب اسمح لي دكتور إدمون أن أسمع تعليق على هذه النقطة من سيد بوب هناك مشكلة في طريقة تعامل الشرطة ونوعية الأسلحة الموجودة في يد الشرطة حتى أنهم أصبحوا يشعرون المدنيين من الأصول الأفريقية بأن هؤلاء عسكر وليسوا رجال أمن هل هناك مشكلة تتعلق بطريقة تعاطي الأمن مع الأهالي من أصول أفريقية الأمريكيين من أصول أفريقية برأيي هذا التحليل فيها الكثير من التبسيط هو يعكس جانبا ليس أكثر بداية لابد أن ننظر إلى طبيعة الأمريكيين من أصول أفريقية في بولايات المتحدة الأمريكية نعم حركة الحقوق المدنية أدت إلى انضمام الكثير من الأمريكيين من أصول أفريقية إلى الانضمام إلى قوات الشرطة ونرى حتى أن الكثير من هذه الأعمال العدائية يقوم بها أمريكيون من أصول أفريقية في أقسام الشرطة حيث الأكثرية من أمريكيين من أصول أفريقية وبالتالي المشكلة ليست بسيطة إلى هذا الحد ولا تتعلق بحالات عنصرية فردية لبعض البيض ضد بعض السود العمر يتعلق بمأسسة المشكلة مأسسة هذا الفكر العنصري الذي عدبنا إلى كفية تأسيس هذا البلد وتأسيس الدستور في شيكاغو على سبيل المثال نرى أن هناك عدد أكبر من حالات قتل أفريق الشرطة وأحداث تقع بين أمريكيين من أصول أفريقية سيد باب ما الذي يغذي هذا الاختلال في المجتمع الأمريكي تقول بأن كلما كان هناك أزمة في الداخل كلما تمظهرت هذه الأزمة في شكل ربما مشاكل اجتماعية في داخل المجتمع ما الذي يغذي أحداث العنصرية تحديدا لماذا تظهر أحداث عنصرية كلما جرت هناك أزمة في الداخل الأمريكي سأضرب لك مثال سريعين عام 2008 شهدنا على حالة ركود وعلى أزمة عقارية في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لانتشار الفساد على مستوى المنظومات المصرفية ولقد شهدنا على وضع يدي على الكثير من المنازل وكنتيجة لذلك خسرت كثير من الأسر مصادر رزقها في مدن كثيرة وبالتالي الأمر يعزع إلى سياسة تمدة على مستوى المجالس البلدية في مختلف المدن بهدف زيادة تدفق المداخل لسماح للناس بشراء المنازل من دون أي ضمانات أشخاص ما كانوا قادرين على الدفع المال وتسديد هذه القروضة هذا أدى مثلا إلى مشاكل فرغسون ونشهد أيضا على حالات فرضا مثلا للرسوم الإضافية على الأمريكين من أصول إفريقية واستغلال أيضا جهل بعض الناس لغراقهم في مثل أقود من هذا النوع وهذا الأمر يتواصل حتى يومنا هذا في شيكاغو الجميع يعرفون أن هناك ثمانية آلاف شرطي فاسد وقد وصلت بحقهم أكثر من أربعمائة ألف شكوى من جانب مدنيين لكن هؤلاء الصحفيين يحصلون على الحماية وهذا يعود بنا إلى المشكلة الهيكلية لابد أن نعود إلى هذه الشكاوى لكن أيضا النظام يقضي بالتدمير هذه الشكاوى في غضون خمس سنوات وبالتالي هم يتلقون الحماية من جانب العقود المبرمة مع مدينة شيكاغو الجميع يعرفوا مثلا كيف هي حالات العنف التي تحدث في جنوب مدينة شيكاغو ضد مثلا 1500 أمريكي من أصول أفريقية يتعرضون الإصابات بشكل سنوي وصلت هذه الفكرة سيد بوب ولكن تشير الأحداث العنصرية المتكررة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع نسبتها سطلاع سابق للرأي كشف أن 51% من المستطلعة آراؤهم أعربوا عن مواقف عنصرية ضمنية ضد ذوي الأصول الأفريقية أبرز مظاهر العنصرية في أمريكا وأسبابها وتداعيتها في التقرير التالي لزميل عمر كايد بالرغم من احتضان أمريكا لتمثال الحرية في نيويورك وبالرغم من تأكيد الدستور الأمريكي أن التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي هو أمر مخالف للقانون لا يكاد يخلو يوم من حادثة قتل أو اعتداء ضد المواطنين ذوي البشرة السمراء مظاهر التمييز تتجلى في أماكن كثيرة ففي العمل يتقاضى الموظفون من ذوي الأصول الأفريقية عادة أجورا أقل مما يتقاضاه البيض ويبلغ عدد العاطلين منهم من العمل ضعف عدد هؤلاء من البيض وعلى صعيد القضاء تظهر الإحصائية أن من بين كل عشرة مواطنين من ذوي البشرة السمراء يوجد واحد منهم يقبع خلف القطبان كما أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الأمريكية ضدهم تبدو أكثر قصوة من تلك التي تصدر بحق البيض في الجرم نفسه وفي المدارس يتعرض الطلاب السمر للفصل أكثر مما يتعرض الطلاب البيض بثلاثة أضعاف الأخطر من هذا كله ما نشرته هيئة الإذاعة الوطنية في الولايات المتحدة العام الماضي عن استخدام رجال شرطة ميامي في ولاية فلوريدا صوراً لأمريكيين ذوي أصول أفريقية كأهداف للتدرب على الرماية وإطلاق النار أما على صعيد الاعتقال والتفتيش فتظهر إحصائيات في مدينة فيركسون مثلاً أن 92 من المواطنين السمر يتعرضون للتفتيش بالرغم من أن عدد المخالفات التي يرتكبها البيض هي أكبر بكثير من تلك التي يرتكبها هؤلاء وفيما يتعلق بتصرفات الشرطة مع المواطنين فإن الكثير من الفيديوهات تظهر التمييز الواضح في طريقة التعامل مع البيض كل هذه المظاهر تؤكد أن العنصرية ما زالت تسري في شرايين المدن الأمريكية لأسباب كثيرة لها علاقة بالتاريخ والتربية والعقل الجمعي للمواطنين البيض وبعدم تشدد الدولة في تطبيق عقوبات رادع ضد مرتكبي هذه الجريمة ولسيما إذا كانوا من الشرطة هذه الظاهرة تلقي بظلال خطر على مستقبل الولايات المتحدة فالعنصرية واستمرار التمييز من شأنهما أن يؤدي إلى تكرار حادثة دالس فالقاتل كما أظهرت التحقيقات هو هادئ الطباع ومثقف ورياضي وليس لديه سجل إجرامي وفوق هذا كله كان جندياً في أفغانستان وقد قال قبل مقتله إنه أقدم على قنص الجنود انتقاماً لحوادث القتل التي يتعرض لها السود في أمريكا وإنه غير مرتبط بأي مجموعة إرهابية دكتور إدموند ربما أعيد عليك ما سألته لها السيد بوب ما الذي يغذي هذا الاختلال في المجتمع الأمريكي؟ استمعنا وشهادنا التقرير لزميل عمر كايد مظاهر للتمييز العنصري تمارس ضد الأمريكيين من أصول أفريقية ما الذي يغذي هذه المظاهر؟ هذا تمييز العنصري الذي أصبح الآن يتمظهر في شكل تعامل عنيف ومسلح ضد هؤلاء؟ هناك عدة أسباب بعضها التي سمعناها من ضيفك الكريم وما أشار إليه وما أشار إليه تقريركم فأن هناك أسباب كثيرة بعضها لا يتعلق بالبطالة بمستوى وتدني مثلا الثقافة أحيانا استخدام المخدرات في مناطق أخرى وهذه أمور مهمة ولكن برأيي أن ما دفع إلى انفجار هذا الوضع وخاصة كما شاهدنا في فرغسون وكما شاهدنا في بولتمور وما رأينا مؤخرا في دالس أو في ولاية منيسوتا هناك إحساس متزايد لدى الشباب وليس فقط الشباب بل لدى الكثير من الفارق الأمريكيين بأن المسؤولين في الشرطة الذين يقدمون على ارتكاب هذه الانتهاكات على قتل أشخاص دون محاسبة دون مساءلة حقيقية دون معاقبة هذه فجرت غضبا عارما لدى الكثيرين ودفعت الكثير منهم إلى بروز حركة حياة السود مهمة وبالتالي فهذه أيضا من النقاط الأساسي غياب المحاسبة مهمة جدا وغياب أيضا وجود قنوات حوار حقيقية قائمة بين الشرطة وبين المواطنين في الكثير من هذه المدينة طيب دكتور إدموند أختم معك سيد بوب في نصف دقيقة لو سمحت ما الحل مثل هذه الظواهر العنصرية والممارسات العنصرية في الولايات المتحدة التي أثارت حتى منهم خارج الولايات المتحدة اليوم كان هناك تظاهر في لندن متضامنة مع الأمريكيين من أصول أفريقية وضد استخدام العنف ضدهم الحل وحيد برأيك تبديل كامل وواضح على مستوى المنظومة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وأي حل آخر هو بمثابة تضميد الجراح لن تلتأم الجراح بهذه الطريقة المشكلة ستبقى قائمة على مستوى الأجيال المنظومة الفاسدة لابد أن تدمر وتستبدل منظومة أخرى نقطة على السطر وأي حل آخر لن يفي الغرض أشكرك كل الشكر سيد بوبو براون وأنت ناشط سياسي وأحد قادة مسيرة الحقوق المدنية في أمريكا كنت معنا من شيكاغو على مشاركتك معنا وكل الشكر لك دكتور إدمون غريب وأنت أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الأمريكية بواشنطن كنت معنا من العاصمة واشنطن على مشاركتك معنا في مسائية اليوم مشاهدين لم يبقى لنا سوى التذكير بعناوين المسائية برغم تقليله من خطر روسيا حلف الأطلسي ينشر كتائبه على تخومها وواشنطن تقول إنها رأس حربة الدرع الصاروخية بعد تجدد الحوادث العرقية في الولايات المتحدة أوباما يدعو الأمريكيين إلى الوحدة هل تكبح العنصرية؟ نشكر لكم حسن المتابعة للمزيد من الأخبار والتقارير زروا موقع الميدين على الانترنت الميدين دوت نت ولمتابعتين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميدين دوت نت بالإضافة إلى صفحات الميدين على مواقع التواصل الاجتماعي ألقاكم على رأس الساعة في مجزن ليهم الأنباء إلى اللقاء اشتركوا في القناة